الزيارة من وفد رفع المستوى من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة رسمية للخرطوم تعتبر الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدون الزيارة برئاسة السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسيناتور كريز فان هولين من ولاية ميريلاند الزيارة تأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لنزعفة للتوتر بين السودان وأثيوبيا حول ملف صد النهضة والمناطق الحدودية الوفد الزاير التقى رئيس مجلس السيادة السودان عبد الفتاح البرهان وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب ووفقا لتصريحات السيناتور كريستوفر كونز فإن هدف الزيارة أيضا هو مساعدة الشعب السوداني ومتابعة الالتزام الأمريكي بتقديم مساعدة للسودان تقدر بـ 750 مليون دولار إضافة إلى دعم غير مباشر يتمثل في إحفاء بيون السودان من صندوق النقد الدولي دعونا نشاهد ماذا قال السيناتور كريستوفر كونز نحن في زيارة إلى الخرطوم ومناطق أخرى لإظهار دعمنا للسودان وسعادتنا بالمرحلة الانتقالية التي يمر بها كما جئنا لمتابعة التزامنا بدعم السودان بـ 750 مليون دولار للمساعدة في التنمية كما جئنا لمعرفة الاحتياجات الأخرى التي يحتاجها الشعب لتأمين الاستقرار والازدهار له بدوره أعرب السيناتور كريستوفر هولين عن سعادته بالتقدم الذي يحققه السودان على الصعيد الاقتصادي والسياسي منذ اندلاع الثورة قبل عامين نشاهد أيضا ما قاله السيناتور هولين في ذات الاتجاه نحن سعيدون جدا لقدومنا إلى السودان الشعب الأمريكي سعيد جدا للتقدم الذي حققه السودان منذ اندلاع الثورة السلمية قبل عامين توجد جهد للانتقال من دكتاتورية إلى الديمقراطية حيث يسود القانون كما نرحب بالإصلاحات الاقتصادية التي تتحقق لضخ حيوية في الاقتصاد السوداني كي تتلاءم مع تطلعات الشعب أيضا من جهته قال وزير المالية السوداني إن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان تأتي في إطار إيجاد حل لملف صد النهضة والدفع نحو تثبيت العلاقات السودانية الأمريكية ودعم الاقتصاد السوداني نتابع ماذا قال وزير المالية جبريل إبراهيم الأثيوبيا من يونايت سربي مينيتس اللي هو من الإمارات العربية وبرضو عندهم دور الآن بيلعبوا في قضية سرد النهضة المسألة بتاع الحدود وأكدوا لنا أن الحدود هم الحدود الدولية المعترف بها فأنا أفتكر أنه بالزيارة موفقة جدا أنه يكونوا معنا في هذا الوقت وهم داعمين جدا للسودان في مؤتمر باريس القادم وفي إزالة المتأخرات لصندوق النقد الدولي على السودان أما فيما يتعلق بمسألة ملف صد النهضة قدم رئيس مجلس السيادة تنويرا لوفد الكونغريس الأمريكي حول رؤية السودان لمعالجة تباينات في الملف عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف وكذلك مسألة قضايا الحدود بشرق البلاد مع الجارة أثيوبيا من جانبه أكد وفد الكونغريس الأمريكي دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية ومساعدة السودان نحو الاندماج في المجتمع الدولي والإقليمي لافتا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب سيعزز من العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن وسيدفع بآفاق التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية بصابية